اختتمت جامعة أسيوت فعاليات شهر المناخ تزامنا مع تنظيم مصر لقمة العالم واستضفت مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث تضمنت الاحتفالية التي حضرها مجلس جامعة أسيوت ومحافظ أسيوت ماراتون لدرجات من 500 طالب وافتتح رئيس الجامعة معارض مستقبل الأخضر لمختلف كليات الجامعة هذا وقد بعث الحاضرون ببرقية شكر ودعم وتأييد للرئيس السيسي في المحافظة على البيئة وحماية العالم من التغيرات المناخية النهاردة بنحتفل في جامعة أسيوت بنجاح هذا المؤتمر العالمي بفضل الله لاستضاف أكثر 190 دولة وحق نجاح يشهد دول قصوة الدين النهاردة كل الأنشطة التي تعملت على مدار هذا الشهر بنجمع في مكان واحد بنعمل احتفالية بهذا اليوم العالمي سواء بحث علمية سواء أنشطة رياضية سواء أنشطة مجتمعية كل ما تم خلال هذا الشهر بيتوج اليوم باحتفالية جامعة أسيوت من هذا المنطلق بنتابع وبنكرم وبنعد ونضع خططنا المستقبلية مش فقط لهذا العام ولكن لكل ما هو قادم سوف نعمل كما وعدنا وإن شاء الله شهر نوفمبر من كل عام حيكون شهر المتابع وشهر التقييم وشهر الدعم وشهر التواجد الذي نقيم فيه أعمال العام كله والذي نعمل فيه مشاركة مع جميع الهيئات والمؤسسات من أجل هذا الوطن